فسيس بحمود برضو لو تقدر بتحكيلنا عشان بس اللعيبة اللي قادة بتتفرج علينا والجمهور اللي قادة بيتفرج علينا يبقى عارفة دي اين حب الاهلي ده اي حد بينتمي للنادي الاهلي اصدرت على الرط تقريبا تقريبا عارضة كلنا هذا الرجل في القصة دي على فكرة لا طبعا لا بص لما غير التليفونات واجيد جار التليفونات وغير الرسائر وغير كتا لكن هو بصراحة مانا شديدة فيه يعني يا كابتن الناس دلوقتي خلاص انت عندك جمهور اصبح ناقد بالزبط ناقد وناقد بصير يعني ايه خلاص المسألة انت يعني عاوزين نخرج من جزئتها هقولك عندنا 100 مليون ناقد رياضي و100 مليون مهندس ده خلاص بقت الكورة بالنسبة له وكمان في قطع كبير كمان من الجمهور كل دولات تلقى التلميحات ولا خلاص امتى الدورات الاوروبية تبدأ خلاص تعبنا من المشهد اللي انت شايف يا جماعة الكورة والحسبة بقت مختلفة في الاجواء اللي احنا شايفينها النهاردة فيه حالة غضب كبيرة جدا من جمهور الاهلي وهو محق في المسألة لانه قاعد نادي الاهلي في عشرين شهر عمل اتنين دورة بطلق افريقيا عمل اتنين صوبر عمل مديلتين في كاس العالم الهندية عمل كاسمس خسر الصوبر المحلي حمود بيقولك انه ده مش جديد غير بقى البعض التالي بيقولك فلان جاب لا ما هو ده مش جديد عن نادي الاهلي ده مش جديد ما رحمه طبعا ما هو ده الناس طبعا بتحاول تقاري ما بين الجيل السابق في مقارنة في مقارنة ظالمة وصعبة جدا مع اختلاف الكولة للعيبة والاداء لكن عاوز اقول ايه تقدير المرحلة الحالية مرحلة في غاية الخطورة المطالبة اننا دلوقتي اطلع اقول اننا اقول الناس دي تمشي والناس دي كده يا جماعة كلام في منتهى الخطورة خلوا الناس المفروض تلتقد انفسها اه في حالة غضب لكن في حالة انت مقبل على اسبوع فاصل بالنسبة لمشوارك انا مجد نظري انه الصمت حتى تمر التلات مباريات وبناء على ما يحدث في التلات مباريات اكيد 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 بس انا بكلم اكيد هيبقى فيه 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 امور كثيره لكن بامكانك ترجع بامكانك ترجع الغضب واللي شايفينه ده ايجابي اه ايجابي ورد فعل عاد ورد فعل ويحترم ويحترم ويقدر ويقدر والادارة لابد انها تاخد بالها واكيد متابعهم وشايف المشهد اللي عامل لكن احنا مش عاوزين نردم على كل اللي حصل قبل كده اللي فات اه ونيجي نقول ايه يا جماعة يمشوا يا جماعة مفعش اقول انه يمشوا دلوقتي ده لسه المصم لما يخلص من قالك انه مش يحصل تغيير من قالك انه خلاص شركة الكرة استنمت المهمة والناس كلها تبقى منتظرة لمشهد عامل الزعب في المرحلة اللي جاية اللعيبة نفسه واحنا تكلمنا هنا وتكلمنا في كذا مكان وقلنا مسألة كل لعب يقف مع نفسه يشوف نفسه هو فين في مشاهد في المباراة الجونة بامانة شديدة تستحق ان كتا تقف قدامها كتير جدا لما الاهل يقعد 35 دقيقة عشان يعمل هجمة 35 دقيقة عشان يعمل هجمة لما الهجمة الأخطر جاءت لك في الديئة 43 لما في الديئة 70 شفت الحالة البدنية وشفت المشهد عامل ازاي عامل السلية وواقف وموجهة باينة لا يوجد تركيز عزو الله كي كذا كورة فيها لغبطة يا كابتن اسلام الكلام والنقط سهل صح والتواجد انا بكلمك هون سهل لك تنقض وتتكلم لكن هل هناك استجابة هل اللعيبة واختبالها لخطورة الأمر وحساسية الموقف وانا شايفك انت بتتكلم في المقدمة وبتقول انه كذا كذا لا ده معارش بكامل احترام انا بقول لريكاردو انت جيت وقلت انك انت قابلت منو قابل ما تيجي وودك فكرة عاوستين ينجح في النادي الأهلي لو ما كانتش شخصية قوية ومن حديد وتمتلك الميزان انها ازاي امتى تاخد قرار وامتى وامتى يبقى عندك زي شعرة معاوية امتى تاخد قرار الصح وامتى تاخد القرار النفسي ان انت بتطع به اللعبة انتش شافتك بكذا لقطة لكن موقفك مع الأهلي مشوارك يبقى صعب لانك جاي في نهاية موسيقى اشتركوا في القناة